موسيقى تقوم واشنطن وسيول بوضع خطط حرب جديدة للتعامل مع تطور القدرات العسكرية التي تشهدها القوات الكورية الشمالية ومع ذلك فإن البنتاجون مجغول إلى حد ما الآن حيث يتحدث المحللون العسكريون عن صراعات محتملة قد تخوضها الولايات المتحدة مع روسيا والصين وإيران وفي خضم هذا كله يتساءل الخبراء إن كانت واشنطن تستطيع التعامل مع صراع رابع وكل ذلك في نفس الوقت فالولايات المتحدة وقبل عقدين كان في اعتقاد مخططيها العسكريين أنها تستطيع خوض حربين في أن واحد بسبب التفوق التكنولوجي الأمريكي الكبير على المنافسين في تلك الحقبة وبحسب مسؤولين ستطور الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطة حرب عملياتية جديدة لمواجهة التهديد من كوريا الشمالية حيث ينقل البنتاجون تركيزه إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد إكمال مراجعة تموضع القوات الأمريكية عالميا قبل أشهر قليلة ويضيف المسؤولون أن هذا الجهد الجديد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يستجيب لأي حادثة محددة بعينها بل يستجيب لحقيقة أن الخطة الحالية مضى عليها نحو عقد من الزمان وتعكس المراجعة تركيزا أكبر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ هنا تقول نائم مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية وتطوير القدرات إن مراجعة وضع القوات الأمريكية عالميا تتضمن تعاونا أكبر مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز المبادرات التي تساهم في الاستقرار الإقليمي ورد العدوان العسكري المحتمل من الصين والتهديدات من كوريا الشمالية ومع ذلك فإن التوقيت يثير التساؤل حول عدد الأزمات التي يمكن للولايات المتحدة التعامل معها في وقت واحد فقد اجتمعت مجموعة الدول السبع الكبرى مؤخرا في المملكة المتحدة وأصدرت بيانا يستهدف تهديدات روسيا ضد أوكرانيا جاء فيه أي استخدام للقوة لتغيير الحدود محظور تماما بموجب القانون الدولي فيجب أن لا يساور روسيا شك في أن المزيد من العدوان العسكري ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وكلفة باهظة في الرد وعلى الرغم من أن التركيز ينصب على العقوبات الاقتصادية كان صناع السياسة يفكرون في مجموعة من الخيارات العسكرية الأمريكية الأول هو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف وإرسال قوات العمليات الخاصة إلى أوكرانيا لإضعاف وتشتيت الخرق الروسي لحين وصول قوات كافية وتشجيع الحلفاء على فعل الشيء نفسه والترتيبات الأخرى هي توسيع محتمل لمجال العمليات بخلق صعوبات لروسيا وتهديد المناطق الانفصالية التي تدعمها روسيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالغزو وإقناع تركيا بتفضيل مرور السفن الحربية الحليفة إلى البحر الأسود لكسب التفوق البحري وحصار إقليم كالينجراد الروسي المعزول واقترح مسؤولون دفاعيون أمريكيون المشاركة القتالية النشطة باستخدام القوات البرية والسفن وحتى الأسلحة النووية في السياق قال الرئيس جو بايدن إنه لن يستخدم القوة من جانب واحد لمواجهة روسيا ويبدو أن ذلك يعني أن أمريكا تخطط لخيار الرد متعدد الأطراف رغم أن ذلك قد يبدو غير مرجح بسبب معارضة الكثير من الدول الأوروبية خاصة التي تربطها علاقات جيدة مع روسيا فبعض الدول الأوروبية تخشى تركيز الحشودات العسكرية التي تزيد من فرص الصراع الخاطئ أو العرضي وتعد تايوان أزمة خطيرة أخرى حيث يبدو أن معظم مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن العاصمة يدعم التدخل العسكرية الأمريكي إذا استخدمت الصين القوة ضد تايوان فقد قدم بايدن الالتزام واضحا قبل أن يصر مساعدوها على أن شيئا لم يتغير خوفا من الالتزام بالدفاع في وقت الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة تماما فالضغوطات في واشنطن على الإدارة تتزايد لتعلن رسميا أنها ستخوض حربا من أجل الجزيرة التي تقع على بعد مئة ميل فقط من الساحل الصيني في المقابل يعتقد بعض الخبراء الغربيون أن قوة الولايات المتحدة لم تعد كالسابق فواشنطن معرضة لخطر جاد بخسارة حرب لن تكون مثل أفغانستان أو العراق مع احتمال تصعيدها إلى أسلحة نووية فالمعركة ستكون ضد خصم كفوء على بعد ألاف الأميال من أمريكا ومئات فقط من الصين وتجدد الحديث أيضا عن صراع محتمل مع إيران فقد تحولت سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها رئيس دونالد ترامب إلى كارثة مما دفع إيران إلى الاقتراب من تطوير قدرة نووية إن لم يكن أسلحة نووية فضلا عن تشجيع طهران على زيادة أنشطتها المعادية للدول الخليجية الصغيرة فالحكومة الإيرانية الجديدة تتبع نفس خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاولتها الحصول على تنازلات في مفاوضاتها مع الغرب من خلال التهديد بالانسحاب منها أو زيادة عمليات تخصيب اليورانيوم إضافة إلى زيادة وطيرة العمليات العسكرية عبر حلفائها تتبع الحكومة الإسلامية الجديدة المتشددة خطى إدارة ترامب في محاولتها الفوز بتنازلات إضافية من خلال التهديد بالانسحاب لأسيما بالنظر إلى القلق من أن عودة أمريكا إلى خطة العمل الشامل المشتركة أو ما يسمى بالاتفاق النووي مع إيران قد لا تستمر إلى ما بعد يناير 2025 حيث ينتهي الاتفاق ويغلق الملف النووي الإيراني ويبدو أن طهران تريد اتفاقاً ولكنها على استعداد لترك المفاوضات باعتقادها أنها يمكن أن تصمد أمام العقوبات المستمرة فقد حاول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضغط على إيران بالإشارة إلى أن الإدارة كانت مستعدة للتحول إلى خيارات أخرى وهو التعبير الملطف المعياري للعمل العسكري وحذر سابقاً مسؤول في الإدارة لم يذكر اسمه هناك مجموعة متتالية من العواقب لكل هذا التراجع الإيراني مضيفاً أنا لا أرى كيف سيصل هذا إلى نتيجة سعيدة وأكد الجنرال كينيث ميكانزي من مقر قيادة المنطقة الوسطى أن طهران قريبة جداً من السلاح النووي على الرغم من أن مسؤول الأمن الإسرائيليين يؤكدون أنه لا يزال هناك الكثير من الوقت والجهد لصنع قنبلة نووية نهيك عن ترسانة قابلة للاستخدام وأضف ميكانزي بالقول إن الدبلوماسيين هم في الصدارة في هذا الأمر لكن القيادة المركزية لديها دائماً مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكن تنفيذها إذا تم الطلب من السياسيين وبحسب ما ورد تدرس الإدارة الأمريكية كل شيء من العمليات التخريبية إلى الضربات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية ومن غير المحتمل أن تكون مثل هذه الإجراءات تأتي بنتائج جديدة فقد ردت طهران بعنف على إعادة فرض إدارة ترامب للعقوبات واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ووصلت إيران التدخل العسكرية في جميع أنحاء المنطقة وعرقلت حركة نقل النفط في الخليج ودمرت منشآت النفط السعودية وشنت هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية في العراق ودعمت الميليشيات العراقية التي هاجمت نفس المنشآت وكذلك السفارة الأمريكية ويعتقد الخبراء أن هذا لن يكون سوى مقدمة لحرب أوسع نطاقا وقد تكسب الولايات المتحدة أي صراع بالمعنى التقليدي لكن الثمن سيكون باهظا للمدنيين الإيرانيين وشعوب الشرق الأوسط والولايات المتحدة فقد حذر خبراء المركز الأمريكي للسياسة الأمنية الجديدة من السيناريو الأسوأ لحرب غير تقليدية وهجمات بالوكالة وانتشار الصراع والتدخل الإسرائيلي والانهيار الداخلي وأحياء الدكتاتورية والتطوير النووي المستمر وأضاف الخبراء أنه حتى دون وجود مثل هذه السيناريوهات الأسوأ فإن أي حرب مع إيران ستثقل كاهل الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط لسنوات قادمة ومن المرجح أن تكلف الحرب وتداعياتها مئة المليارات من الدولارات وتعثر سياسة رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل وتركيزها مع الحالة الإيرانية والشرق الأوسط مثل هذا الالتزام سيعني نهاية التحول المزعوم للولايات المتحدة إلى منافسة القوى العظمى كروسيا والصين وبنفس الوقت هناك شبه الجزيرة الكورية فجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كوريا الشمالية أخطر بكثير من إيران على الرغم من أن كوريا الشمالية أصغر بكثير من الصين وروسيا إلا أنها مسلحة جيدة ومستعدة للحرب وباعتبارها تقليدياً واحدة من أخطر التزامات أمريكا أصبحت شبه الجزيرة أخطر بكثير مع امتلاك الشمال للأسلحة النووية فعلى الرغم من أن القوات البرية التقليدية لبيونج يانج متداعية وقديمة التسليح إلا أنها أعداد كبيرة وتضاريس البلاد صعبة ويمكن للمدفعية والصواريخ الكورية الشمالية أن تلحق أضراراً جسيمة بسيول عاصمة الجنوب الواقعة بالقرب من الحدود فقد حذر خبراء أن غزو كوريا الشمالية للاستيلاء على ترسانة كيم جونج أون النووية أو تدميرها أو تدمير بطاريات المدفعية التي تهدد سيول من شأنه أن يستنزف القوات الأمريكية والكورية الجنوبية والأخطر من ذلك أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى تدخل عسكري صيني وحذرت مؤسسة راند من المطالب الهائلة التي ستفرض على الجيش الأمريكي وقدراته التي لا يمكن تحملها خاصة فيما يتعلق بكثافة الانتشار المطلوبة وإضافة إلى ذلك فترسانة الشمال النووية تتطلب من الجيش الأمريكي والقيادة السياسية تركيزاً كبيراً وسياسة مختلفة تماماً عن الصراعات التي خضتها في الشرق الأوسط في العقود الثلاثة الماضية فحجم ونوعية السلاح جيش كوريا الشمالية يبقى سراً وهذا ما يفاقم الوضع العسكرية في شبه الجزيرة الكورية واستناداً إلى المركز الوطني الأمريكي للمصلحة الوطنية فأي حرب ضد كوريا الشمالية قد تنطوي على خسائر بشرية بالملايين خاصة إذا تطورت إلى حرب نووية فقبل أربع سنوات ورد أن المخابرات الأمريكية اعتقدت أن كوريا الشمالية تمتلك ما يكفي من الموارد الانشطارية لخمسة وستين سلاحاً نووياً وكان تقدير آخر هو أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من الوقود لما بين ثلاثين وستين سلاحاً نووياً لكن استطاعت تجميع فقط عشرين إلى ثلاثين قنبلة فالاعتقاد السائد منذ سنوات أن بيونج يانج أنتجت ما يكفي من المواد الإضافية لنحو اثنى عشر سلاحاً سنوياً كما أن تطوير صنف الصواريخ في كوريا الشمالية يتقدم بخطاً سريعة تقع كوريا الجنوبية وشمال شرق آسيا ضمن النطاق القريب لأسلحة كوريا الشمالية ويمكن للصواريخ الكورية الشمالية أيضاً أن تضرب الساحل الغربية للولايات المتحدة على الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كان بإمكانها استهداف مواقع في أمريكا بدقة كما تمتلك كوريا الشمالية مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميوية وبرنامج أسلحة بيولوجية ويمكن أن يكون المستقبل أسوأ بكثير فقد ذكرت مؤسسة راند ومعهد أسان بحلول عام 2027 يمكن أن تمتلك كوريا الشمالية مئتي سلاح نووي وعدة عشرات من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومئات من صواريخ الميدان النووية فمن الواضح أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس مستعدين ولا يخططان للدخول قريباً في معركة مع كوريا الشمالية وهي تمتلك مخزوناً من الأسلحة النووية التي لا يعرف حجمها الحقيقي إلى الآن فكم عدد الحروب التي يستعد صناع السياسة الأمريكية لخوضها في أن واحد فالثقل على الولايات المتحدة كبير حيث تعتمد الكثير من دول العالم على أمريكا في الدفاع عنها على رغم من أن معظم هذه الدول صناعية ومزدهرة ومكتظة بالسكان هنا عندما تواجه الحكومة الفيدرالية عجزاً متتالياً بقيمة ثلاثة رليون دولار وتواجه عجزاً مستقبلياً لا نهاية له على ما يبدو من مليارات الدولارات حتى بعد انحسار كوفيد-19 فهي لن تستطيع تلبية الاحتياجات المحلية والحفاظ على أمن وسلامة الدول الحليفة لها وعلى خطى السياسة الداخلية ستتطلب العلاقات الخارجية من الولايات المتحدة تحديد الأولويات في النهاية فلم تعد مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن قادرة على تلبية أهواء الحرب للجميع والاستعداد لخوض صراعات كبرى في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في وقت واحد ودفاعاً عن الحلفاء خاصة من يمتلكون الميزانيات الضخمة لكن بأنفاق عسكري ضئيل السؤال الذي يطرحه بعض الأمريكيين هو أي المناطق وأي الدول ستضعف الولايات المتحدة التزاماتها تجاهها هل هي أوروبا المليئة بالحلفاء الأثرياء القادرين على تحمل تكاليف الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا والشرق الأوسط والتي لم تعد مهمة للأمن الأمريكي وهذه هي أهم القرارات التي ستلتزم بها الولايات المتحدة ترك حماية الشرق الأوسط ودفع دول المنطقة لمزيد من التسلح فالشرق الأوسط لم يعد مهما لسياسة الأمن القومي الأمريكي كما يعتقد ساستها فالخبراء يضغطون على الرئيس الأمريكي في الاستمرار بالسياسة ترك الشرق الأوسط والتركيز على مخاطر الصين في جنوب شرق آسيا وروسيا في المسرح الأوروبي ومع ذلك فإن سياسة خفض التركيز على الشرق الأوسط وأوروبا لن يمر دون معارضة سياسية فالبعض يقول أن سياسة دعم أمن تايوان ليس ضروريا فالولايات المتحدة لم توقع اتفاقا مع تايبي بهذا الشأن وهي غير ملزمة والدفاع عنها أمر مكلف وباهظ الثمن للغاية أما كوريا الجنوبية فهي دولة غنية وقدراتها أكبر بكثير من كوريا الشمالية الشيوعية فلذلك قد يكون من الأفضل السماح لكوريا الجنوبية بتطوير قدراتها النووية لتكون عامل توازن مع كوريا الشمالية وهذا أفضل من أن تبقى المظلة النووية الأمريكية هي التي تحمي سيول فإن المصالح الأوروبية والشرق أوسطية لن تتخلى عن أسبقيتها دون قتال سياسي ويشمل ذلك أعضاء مؤسسة السياسة الخارجية من يريد أن يكون عالقا في حقل متدهور مع آفاق مهنية أخذة في الانخفاض في الواقع النجاح الآسيوي ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال تايوان ليست حليفا في المعاهدة وسيكون الدفاع عنها مكلفا للغاية وتتمتع كوريا الجنوبية بمازايا هائلة على الشمال وقد تكون كوريا الجنوبية النووية بديلا أفضل لأمريكا من استمرار مظلة الولايات المتحدة النووية هناك حجج قوية تدفع الولايات المتحدة للتخلي عن هذه الالتزامات أيضا ومع ذلك ستواصل واشنطن وسيول التخطيط للعمليات العسكرية لكن المستقبل سيكون مختلفا تماما وسيجبر الواقع الولايات المتحدة على البدء في تقليص التزاماتها العسكرية حول العالم لكن السؤال المهم هل تستطيع كوريا الجنوبية وتايوان وحتى اليابان الصمودة أمام الصين وقواتها الصاعدة وأمام التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية دون المظلة الأمريكية الأمر غير واضح وقد يتطلب عقودا من إنفاق هذه الدول على ميزانياتها العسكرية ومعاهد البحوث لتطوير قدراتها الذاتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر